مجازر متواصلة لطيران العدوان الروسي في دمشق وحلب تقدم للثوار في سهل الغاب بريف حماء احتدام المعارك بين تنظيم الدولة والنظام بريف حمصة ودير الزور في موقف حازم غير مألوف الجامعة العربية تطالب تركيا بسحب قواتها من شمال العراق السلام عليكم ورحمة الله من العناوين إلى التفاصيل في هذه النشرة الإخبارية من قناة الجسر الفضائية في بثيات تجريبي أهلا بكم استشد ستة مدنيين وسقط العديد من الجرحى في مدينة عربين بريف دمشق بغارات للطيران الروسي الليلة الماضية طالت عدة مدن وبلدات بالغطة الشرقية إلى ذلك ارتفعت حصيلة المجزرة التي ارتكبها الطيران الروسي أمس في مدينة حمورية إلى ثلاثة وعشرين شهيدا وعشرات الجرحى المدنيين جراء استهداف سوق شعبي وعدد من المباني السكنية وفي جبهات منطقة المرج بالغطة الشرقية قتل وجرح عدد من عناصر النظام خلال اشتباكات مع الثوار في عدة مواقع في المنطقة وللمزيد ينضم إلينا من هناك مراسلنا حازم الشامي أهلا بك حازم نعم أهلا نوراس حازم أهلا بك ما طبيعة القصف الذي تعرضت له عربين وزملكة وما الحصيلة نعم بالفعل قد قام الطيران الروسي في الليلة الماضية باستهداف تلك المنطقة وذلك بالغارات الجوية طبعا الحصيلة لازالت حتى اللحظة ترتفع ويوجد ست شهداء في مدينة عربين طبعا الشهداء والجرحة من منطقة زملكة قد سحبوا إلى مدينة عربين لأن منطقة زملكة كان طيران الروسي لا زال يحلق في المنطقة طبعا طيران الاستطاع بعدها مباشرة خارجها وحتى اللحظة يعني لا زال يحلق في تلك المنطقة طبعا لو انتقلنا إلى مناطق المرج طبعا منذ الصباح الطيران الروسي حازم حازم تسمعوني حازم يبدو بأن فقدنا الاتصال مع مراسلنا حازم الشامي ربما نعود له في سياق هذه النشرة يقتل النظام من عارضه من الشعب بنيران القصف الأهوج أو بسلاح الحصار والتجوية ومدينة مضايا في ريف دمشق نموذج لمدينة رفضت الركوع للجلاد فأذاق أبناءها الموت بنوعي مزيد في سياق هذا التقرير سجن مضايا المركزي هكذا يحب المحاصرون في مضايا أن يسموا بلدتهم السجناء أربعون ألف نسمة معظمهم نساء وأطفال ونازحون والسجان نظام الأسد ومليشيا حزب الله الإرهابية والجرم عدم ركوع المدينة للجلاد في الأول من الشهر الخامس بدأ الحصار الجائر على البلدة التابعة لمدينة الزبداني والداخلة أصلا في هدنتها بعد مفاوضات شاقة بين الثوار والنظام أهالي البلدة المنكوبة باتوا يتذكرون أنهم قبل الهدنة كانوا يموتون سريعا بالقصف واليوم يمارس النظام عليهم سياسة القتل البطيء بلا دماء أكثر من خمسة أشهر من الحصار جعلت واقع المدينة مأساويا جدا في وقت لم يعد فيه ضمير العالم يعبأ بمنظر أشلاء الأطفال فكيف يعبأ بجوعهم النظام ومليشيا حزب الله نفذوا خطة التركيع بعناية إذ زرعوا محيط البلدة بالألغام وهذا ما سبب أكثر من عشرين حالة انفجرت فيها الألغام على أشخاص حاولوا الخروج لتأمين كيس صغير من الغذاء أو الدواء إضافة إلى قنص عدد منهم في محيط البلدة شهادات الأطباء في البلدة أشارت إلى تكرار حالات الوفاة بسبب الجوع إضافة إلى أكثر من مئة حالة إغماء يوميا نتيجة سوء التغذية وعدم تناول الطعام أياما متتالية وانعدام الأدوية من البلدة أهالي البلدة يتساءلون عن جدوى الهدنة التي لم يلتزم النظام بأبسط بنودها بينما يتم إدخال الغذاء والدواء إلى مدن موالية للنظام بنص الهدنة نفسها مشهد صار فيه الموت أرخص من سعر كيلو القمح حيث وصل سعر الكيلو الواحد إلى 32 ألف ليرة سورية سقط شهداء وجرح بغارات للطيران الروسي على مدينة عزاز بري في حلب الشمالي وطالت الغارات قراء الشوارغة والمالكية وتل عجار ومحيط مطار منغ هذا واستشهدت أم وأطفالها الثلاثة أمس بقصف مماثل طال قرية باشنطرة من ناحية ثانية أعلنت ما يسمى بقوات سوريا الديمقراطية سيطرتها على خمس قرى شرق حلب بعد اشتباكات مع تنظيم الدولة كما أعلنوا الأعلن الحرس الثوري الإيراني مقتل المسؤول الإعلامي التابع لها بمعارك الريف الجنوبي وللمزيد معنا من حلب الناشط الإعلامي الميداني أبو المجد الحلبي أهلا بك أبو المجد أهلا بك أخي كريم تحياتي لك تحياتي للاشتداد المشاهدين أهلا بك أبو المجد معنا وضعنا بصورة القصف الروسي اليوم على ريف حلب الشمالي وبالأخص عزاز وكم وصل عدد الشهداء والجرحى جراء ذلك القصف نعم أخي كريم الطيران الروسي الذي لا يكاد بفارق المنطقة في مدينة حلب وريفها يرتكب مجازر مروعة بحق الأمينين في بيوتهم كما اليوم حصل عند الساعة التاسعة صباحا استهدف مدينة إعزاز بأكثر من أربع غارات جوية استهدف فيها المشفى الوطني وأيضا مشفى الأطفال مما خلف حتى الآن هناك عارقين تحت الأنقاض هناك ضحايا هناك أشلاء ممزقة جلهم من الشباب والأصفال أكثر من عشر شهداء حتى الساعة نتيجة هذا القصف المروع من قبل الطيران الروسي وأيضا بعدها استهدف أكثر من ثلاث غارات استهدف فيها محيطة العجار وأيضا العلقبية وأيضا هناك استهدف لمواقع أخرى في محيط مدينة إعزاز حتى الآن هناك حصيل أولية عشر شهداء ربما العدد تصاعد لأكثر من ذلك لأن هناك العشرات من الجرحة من تجهة هذا القصف الممانهج من قبل الطيران الروسي الذي يستهدف مدينة إعزاز ردا على الطائرة التي أسقطتها القوات التركية هذا ما يقوم به يقوم باستخدام الأرض المحروقة كما يقصف مدينة حلب أيضا اليوم بست غارات جوية استهدف بها بستال قصر وأيضا كرب الطراب ومواقع أخرى هناك العشرات من الغارات تن يعد الناشطين حتى يمكن توثيق هذه الضحايا وأيضا هذا القصف اليومي من قبل الطيران الروسي الذي لا يفرق منطقة أن كان في مدينة حلب وأن كان بالريف الشمالي حتى أخي كريم هناك استهداف تمركز الثوار في الريف الجنوبي هناك غطاء جوي من قبل الطيران الروسي لكي يمهد الطريق لقوات النظام بعدما سيطرت قوات ميليشيات الأسد على خان طومان هي تحاول تضع نصب عينها أيضا إلى قرية الزربة اليوم كان هناك غارات مكثبة أيضا في إيكاردة ومواقع أخرى الطيران الروسي مهد لقوات النظام يحاول تعقل الثوار في محيط الاشتباكات التي تدور نعم أبو المجد أبو المجد تحدثت لنا عن وجود غارات على الريف الجنوبي ماذا عن الاشتباكات هناك بين الثوار وقوات النظام وبين الثوار ما يسمى بقوات سوريا الديمقراطية التي دخلت على الخطأ الآن ماذا عن الاشتباكات هناك نعم أخي الكريم الثوار يأخذون أشرس المعارك في محيط البحولس العلمية في محيط خان طومان النظام لم يتمكن السيطرة الكاملة على قرية خان طومان هناك الثوار يأخذون اشتباكات شرسة ويوقعون خسائر كبيرة بالعتاد والأرواح في صفوف قوات وميليشيات الأسد التي تقف مع الميليشيات الإيرانية وأيضا الميليشيات اللبنانية الميليشيات الأسد لم تعد لها دور إلا قليل أغلب ما يقودون هذه المعارفهم من الميليشيات الأجنبية من الإيرانية من الأفغانية من لبنانية التي تقاتل إلى النظام وهناك كما ذكرنا الغطاء الجوي إنما السوار يتضلون لهذه المحاولات النظام لن يتمكن إلا عن طريق القصب التمهيدي عن طريق القصب الجوي التمهيد هناك العشرات من الغارات لا يمكن إحصائها استهداف تمركز الثوار حالة نسوح تشهد هذه المنطقة يوم أمس وقبلها بإبن عين أحصوا عشرات الآليات وهي مذعورة تهرب من الريف الجنوبي لا تعرف إلى أين تذهب تذهب إلى الريف الغربي إلى مدينة إدلب لم يعد هناك مكان آمن للأهالي لكي ينزحوا إليه كل المناطق مستهدفة من قبل الطيران الروسي إذا ضرقنا كم غار ينفذها الطيران الروسي هناك العشرات من الغارات لا يمكن إحصائها لا يمكن عدد حتى إحصاء الجرحى والشهداء التي يستهدفهم الطيران الروسي لمجاز المروعة كما حصل اليوم مزر الراحة ضحية عشر شهداء حتى اللحظة يمكن أن يصل الرقم أكثر من ذلك بكثير في مدينة عزاز نعم إذن لدينا عشرة شهداء واشتباكات على أشدية لا تزال في خان طومان في الريف الجنوبي الناشط الإعلامي الميداني أبو المجد الحلبي شكرا جزيلا لك نحو معارك أشد وأعتى ضد تنظيم الدولة تتقدم ما تسمى بقوات سوريا الديمقراطية التي حظيت بدعم أمريكي تلك القوات التي شكل بقايا الشبيحة والميليشيات الكردية عمودها الفقري أصبحت على مقربة من سد تشرين أحد السدود الثلاث الكبرى على نهر الفرات مزيد في سياق هذا التقرير قوات من أمشاج مختلفة غالبيتها كردية مدعومة أمريكيا بالسلاح وتقوم بالتنسيق مع قوات التحالف الدولي هدف إنشائها محاربة تنظيم الدولة هذه القوات يتألف مقاتلها من بقايا الشبيحة والحزبيين البعثيين ناهيك عن وحدات الحماية الشعبية الكردية التي تشكل عامودها الأساسي قامت بحملة عسكرية سابقة سيطرت فيها على بلدة الهول الاستراتيجية وأخرجت تنظيم الدولة من العديد من بلدات ريف الحسكة ثم تقوم بعد ذلك بسيطرتها على قرية أم الصهاريج بعد معارك عنيفة مع التنظيم حملة عسكرية جديدة للاستحواذ على البلدات الخاضعة لسيطرة تنظيم الدولة جنوب منطقة عين العرب هدفها عبور الفرات والسيطرة على سد تشرين الاستراتيجي بعد تمهيد جوي من قبل التحالف الدولي تعزيزات عسكرية ومدد بالمقاتلين والأسلحة من الحسكة وريفها للاشتراك في حسم المعركة التي تفصل ضفتا الفرات الطرفين عن بعضهما جغرافيا وإذا ما تم ذلك لقوات سوريا الديمقراطية فأن الطريقة الواصلة بين معاقل التنظيم في منبيج وجرابلوس بات مفتوحة إلا أن سيطرة تنظيم الدولة على السد وتشبثه بكل المناطق المحيطة به بسبب توفر الماء والكهرباء سيجعل خروجه من المنطقة صعب الحصول توجيه أمريكي مرسوم لسير عمليات قوات سوريا الديمقراطية التي أصبحت العصد ضاربة ضد التنظيم والهدف العميق تهجير العرب من مناطق في شمال سوريا لإنشاء الكنتون الكردي بمباركة من نظام الأسد الذي أفصح مؤخرا عن دعمه لهذه القوات نعود مرة أخرى إلى دمشق وينضم إلينا من هناك مراسلنا حازم الشامي أهلا بك حازم نعم أهلا نوراس نعم حازم الصوت تقطع ولم نستطع أن نسمع ما قلت حدثنا عن طبيعة القصف الذي تعرضت له اليوم الغوطة الشرقية نعم لو بدأنا من منطقة المرج طبعا في هذه اللحظة هناك كان غارات جوية طبعا الغارات جوية منذ الصباح وحتى اللحظة لازال طيران الروسي يحلق بسماء تلك المنطقة طبعا تم تسجيل عشرات الغارات الجوية أيضا تحليق لطيران الاستطلاع في منطقة مرج السلطان طبعا فقد أفاد الاتحاد الإسلامي أحد أعضاء الغرفة عمليات المشتركة في منطقة المرج بأن هناك أحد عشر قتيل لقوات النظام قد سقطوا في المعارك في الأمس أيضا فقد أفاد فيلق الرحمن بوجود خمس قتلى اليوم في الصباح جراء محاولة قوات النظام التسلل إلى نقاط الثوار أيضا كان هناك اليوم محاولات لقوات النظام مضحام عدة محاور في منطقة المرج لكن أثت آليات الزوار وقد مشتت على المنطقة وذلك بعربات الشركة لو انتقلنا إلى منطقة أو إلى حي جوبرة دمشقي فقد شهد الحي قصف عنيف بشتى أنواع الأسلحة مما أدى الارتقاء شهدين من الزوار جراء قوات النظام بطمشيط المنطقة بالرشاشات الثقيلة وأيضا بقذائف الهاون طبعا نور رسل لو انتقلنا إلى جنوب دمشقي طبعا قوات النظام الآن تأتي بباصات وتغلق كافة أرجاء حي القدم الدمشقي وأيضا حي الحجر الأسود طبعا الباصات هذه لخروج المئات حاجة تنظيم الدولة باتجاه منطقة تدمج ومن هناك سوف يتجه باتجاه منطقة الرقة الآن الباصات واقفة على تجهة السعاد القادمة إلى منطقة الحجر الأسود حازم حازم الصوت يتقطع فهمنا منك بأن هناك اشتباكات في المرج والباصات جاءت لنقل عناصر تنظيم الدولة من طبعا الحجر الأسود بعد اتفاق مع قوات النظام حازم الشامي مراسلنا من دمشق حدثتنا من هناك شكرا جزيلا لك استعاد الثوار السيطرة على نقطتين لقوات النظام في جبهة كمبل ألمان بسهل الغاب في ريف حما وقتلوا عددا من العناصر كما تصدوا لمحاولة قوات النظام التقدم على محور السرمانية وأوقعوا قتلى في صفوفهم من جاءة أخرى استشد مدنيهم في بلدة شهر ناز جراء قصف براجمات الصواريخ من قبل قوات النظام المتمركزة في معسكر جورين وقرية الرصيفة كما تعرضت قريتاء الحويز والحويجة لقصف المماثل بينما شن الطيران الروسي غارات على مدينة اللطامنة وقرية الزكاة وللمزيد ينضم إلينا من حما مراسلنا محمد الخاني أهلا بك محمد نعم مساء خير نوراس أهلا بك محمد لنبدأ من استعادة الثوار لنقطتين من قوات النظام على جبهة كمبل ألمان بسهل الغاب حدثنا عنها نعم نوراس استعادة كتائب الثوار نقطتين في قرية كمبل الألمان بعد سيطرة قوات النظام عليهم لساعات قتلة خلال هذه الاشتباكات 18 عنصرا من قوات النظام وتم تدمير السيارة المزودة برشاش بعد استهدافها بصاروخي تاو موجه طبعا تزامنت هذه الاشتباكات مع غارات جوية مكسفة من الطيران الحربي الروسي على قرية القرقور المجاورة طبعا اقتصرت اضرار هذه الغارات على اضرار المادية فقط نعم ما حصيلت القصف على شهرناز وغيرها من معسكر جورين وقراء الرصيف حدثتنا قبل قليل عن بعض الغارات حدثنا بشكل مفصل محمد هل من حصيله؟ نعم نوراس في ليلة أمس ارتقى مدني من قرية شهرناز هذه القرية الواقعة في سهل الغاب بري في حماء الغربي ارتقى إسراء استهداف قوات النظام المتمركزة في قرية بري في حماء الغربي استثبت هذه القرية بأربعة صواريخ من صواريخ راجماتها هناك تم ارتقاء هذا المدني هناك في هذه القرية أيضا جرح عدد من المدنيين آخرون أيضا كان هناك دمار كبير في المباني السكنية طبعا تعرضت عدد قرى سواء في الريف الغربي لحماء وسهل الغاب أيضا الريف الشمالي سواء في اللطامنة ولحاية ومعركبة لكن اقتصرت الأضرار هناك على الماديات وكان كما ذكرت لك ارتقاء شهيد واحد في قرية شهرناز جراء القصر نعم محمد الخاني مراسلنا من حماء حدثتنا من هناك شكرا جزيلا لك قتل عدد من عناصر النظام خلال تصدي الثوار لمحاولتهم التقدم على جبهة لحميرة بريف حمص الشمالي في حين اندلعت اشتباكات بين الطرفين على الجبهة الشمالية لمدينة الرستن وكذلك قرب قرية تير معلى وفي الريف الشرقي دمر تنظيم الدولة دبابة لقوات النظام وآليتين عسكريتين خلال مواجهات بين الطرفين في محيط بلدة مهين كما قتل التنظيم سبعة عناصر لقوات النظام بكمين في بلدة صدد قصف الثوار بمدافع محلية الصنع تجمعات لقوات النظام في قرية الفوعة بريف ادلب بينما شن طيران النظام الحربي غارات على مدينة خانشيخون في الريف الجنوبي دون انباء عن وقوع اصابات روسيا تستخدم وتجرب اسلحتها الجديدة على المدنيين السوريين بثمن مجاني وبرخصة نظام لا يجد اشكالا في حكم الحجر بعد فناء الشعب مزيد في سياق هذا التقرير سنابك الخيل ترسم حدود الممالك مثل عربي قديم يتناغم مع طريقة القتال اما في عصر الاسلحة الذكية فالقنابل تجلب الاهوال وتغير شكل الطبيعة وتفتك بالانسان سقط جيش الاسد امام ضربات التوار فطلب المعونة من ايران التي امدته بحرسها الثوري والميليشيات الطائفية فلم تظفر بحسم فكان التدخل الروسي الذي وجدها فرصة سانحة لينقذ الاسد من السقوط حماية لاسرائيل وليجرب آخر ما توصلت إليه صناعته الحربية صواريخ اس 400 كانت جيش الروسي ضنينا بنشرها خارج أراضيه ولكنه أراد تجريب فاعليتها على الأرض السورية ثم ملأ البلاد بأشكال متعددة من السلاح فبدأ باستخدام القادفة سوخوي 34 التي تستخدم صواريخ مجنحة وقنابل ذكية والقادفة سوخوي 25 التي يمكنها حمل القنابل العنقودية الموجهة بالليزر وصواريخ كاليبر المجنحة والتي استخدمتها روسيا لأول مرة في السابع من تشرين الثاني عام 2015 والقنابل الذكية كابي المزودة برأس ويتم توجيهها بواسطة الليزر ويبلغ وزنها 250 كيلو جراما سماء مفتوحة لكل مغير على الأرض السورية بمباركة من نظام الأسد وأرض لا حرمة لها وبشر لا قيمة لهم حولها العدوان الروسي إلى حقل تجارب لأسلحته المحرمة دوليا لينشر في الأسقاع الموتى والدمارة في كل مكان صدح به الثوار بعبارة سوريا لنا ماهي لا بيت الأسد فيأبى الأسد إلا أن يهبها لروسيا وغيرها من شداد الآفاق تجددت الاشتباكات بين تنظيم الدولة وقوات النظام على عدة جبهات في أحياء مدينة دير الزور تزامنا مع قصف مدفعي وصاروخي على الأحياء المحررة في حين استادفت تنظيم أمس موقعا للنظام بملغمة في محيط جبل ثردة قرب المطار العسكري بينما شنت مقاتلات حربية غارات على محيط حقل التنك ومدينة القورية في الريف الشرقي شنت طيران الروسي غارات على مدينة الشيخ مسكينبري في درعة تزامنا مع قصف بالبراميل المتفجرة طال الأحياء السكنية في المدينة كما استادفت قوات النظام بالمدفعية والصواريخ محيط حي المنشية بدرعة البلد دون أنباء عن إصابات نشرتنا مستمرة فيها بعد الفاصل وزير تركي يؤكد التوصل إلى اتفاق بشأن رفع الاتحاد الأوروبي التأشيرات عن الأتراك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أهلا بكم من جديد طالبت الدول العربية تركيا بسحب قواتها من شمال العراق دون قيد أو شرط لأنه يهدد الأمن القومي العربي وقال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية أحمد بن حلي إن وزراء الخارجية العرب قرروا في اجتماع طارئ لهم بمقر الجامعة في القاهرة أمس مطالبة الحكومة التركية بسحب قواتها فورا ووصف وزراء الخارجية التدخل التركي بأنه اعتداء على السيادة العراقية وتهديد للأمن القومي العربي كما طالبوها بالالتزام بعدم تكرار انتهاك السيادة العراقية مستقبلا مهما كانت الذراء وكانت الخارجية التركية قالت مطلع الأسبوع الجاري إنها تقر بوجود سوء تواصل مع العراق فيما يتعلق بنشرها قوات في معسكر بعشيقة شمال العراق وأضافت الوزارة أن تركيا ستواصل نقل بعض جنودها من محافظة نينوائلة التي يوجد بها المعسكر ولم تكشف الوزارة عن الطريقة التي ستنقل بها القوات أو إلى أين ستنقل وسحبت أنقرة بعضا من هذه القوات الأسبوع الماضي إلى قاعدة أخرى داخل أقليم كردستان العراق لكن بغداد أصرت على ضرورة سحب القوات بشكل كامل هذا وأدان الوزراء التدخل الإيراني في الشؤون العربية الداخلية واعتبروه انتهاكا لقواعد القانون الدولي معتبرين أنه يحمل تهديدا خطيرا للأمن والسلام الإقليمي والدولي وطالبوا إيران بالامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها والكف عن الانتهاكات والأعمال الاستفزازية ومحاولات بث الفرقة والفتنة الطائفية بين مواطنية الدول العربية أو عبر دعم التخريب والإرهاب والتحريض على العنفة أو من خلال التصريحات التي تصدر عن كبار المسؤولين الإيرانيين وفي شأن آخر دعا وزراء الخارجية العرب الحكومة العراقية إلى تحمل مسؤولياتها تجاه إطلاق سراح مواطنين قطريين اختطفوا على أراضيها واتخاذ الإجراءات الحاسمة والفورية الكفيلة بضمان سلامة المختطفين وإطلاق سراحهم في أسرع وقت وفيما يتعلق بالأوضاع في ليبيا دعا بيان مجلس الجامعة العربية كافة الأطراف الليبية إلى احترام اتفاق الاصخيرات معربا عن أمله في أن ينهي الاتفاق معاناة الليبيين ويفتح المجال للبدء بمرحلة جديدة تضمن تحقيق تطلعات الشعب الليبي في الأمن والاستقرار اتهمت دكتور أحمد لرويضي مستشار ديوان الرئاسة الفلسطينية لشؤون القدس الأمم المتحدة ومؤسساتها الحقوقية إضافة إلى الرباعية الدولية بتشجيع مجازر الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني من خلال صمتهم وقال لرويضي لوكالة الأناظول إن استشهاد أربعة فلسطينيين أمس على يد الاحتلال الإسرائيلي في القدس والضفة الغربية يأتي بتوجيه من حكومة رئيس وزراء الاحتلال التي أطلقت العنان للجنود بالقتل عبر تغيير قانون أطلاق النار الذي أتاح للجنود اتخاذ القرار بالقتل وطالب لرويضي الدول العربية والإسلامية بالتحرك والضغط على الأطراف الدولية لوقف سك الدماء المتواصل على الأراضي الفلسطينية والذي بلغ منذ اندلاع الأحداث في تشرين الأول الماضي نحو 135 شهيدة وكان ثلاثة شبان فلسطينيين استشدوا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس في ثلاثة مواقع مختلفة قرب القدس وفي الخليل وجنوب نابلس بالضفة الغربية بدعوة تنفيذ عمليات طعن ودعس في حين استشد فلسطيني آخر باقتحام قوات الاحتلال مخيم قلندية للاجئين وفي سياق بارز قتل فلسطيني برصاص قوات الجيش المصري قبالتها شواطع مدينة رفح جنوب قطاع غزة بعدما حاول اجتياز الحدود تجاه الأراضي المصرية وقالت وزارة الداخلية في غزة في بيان إن الجيش المصري قتل مواطنا فلسطينيا على الحدود الجنوبية للقطاع أفادت مصادر عسكرية بمحافظة الأنبار غرب العراق أن أكثر من خمسين شخصا من تنظيم الدولة والقوات العراقية قتلوا في اشتباكات عنيفة وسط مدينة الرمادي كما تمكنت القوات من التقدم نحو المجمع الحكومي وذلك بعد سيطرتهم على شارعي الحوز والفرسان الحيويين خلف المجمع الحكومي كما هاجم التنظيم بعربتين ملغمتين قوات الجيش بالمنطقة وفي سياق متصل أعلنت وزارة الدفاع القبض على أحد أمراء التنظيم خلال عملية تحرير الرمادي فيما قتل ستة عناصر التنظيم في سنجار شمال العراق أعلن وزير شؤون الاتحاد الأوروبي وكبير المفاوضين الأتراك فول كامبوس قير التوصل إلى اتفاق بشأن رفع الاتحاد الأوروبي التأشيرات عن المواطنين الأتراك وأكد الوزير التركي أن المواطنين الأتراك سيدخلون إلى البلدان المنظوية تحت اتفاقية شنغن بحلول تشرين الأول المقبل وبذلك نكون قد تخطينا مسألة مهمة نحو الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وأوضح بوس قير أنه لأول مرة سيعقد الجانبين قمتين في هذا العام وسيخطوان خطوات مهمة في مجالات عدة من بينها التعاون الاقتصادي والسياسي والجمركي والتعاون في مجال الطاقة من جهة أخرى أعلنت رئاسة هيئة الأركان التركية مقتلى ستة عناصر من منظمة بيكاكي في منطقة حيزرة بولاية دياربكر جنوب شرق البلاد كما قتل خلال العملية جندي تركي وجرح اثنان آخران وتم ضبط عدد من الأسلحة والذخائر خلال العملية هذا وأوقفت الشرطة التركية في ولاية كيلس 12 شخصاً بينهم خمسة أجانب يشتبه في صيلتهم بتنظيم الدولة صدقت المحكمة العليا في إيران على قرار أحكام الإعدام الصادرة بحق 27 مسلماً سنياً بتهمة الدعاية ضد النظام وذكرت وكالة ناشطي حقوق الإنسان الإيرانية أرانا أن المحكمة صادقت على أحكام الإعدام الصادرة بحق المدانين الذين اعتقلتهم وزارة الاستخبارات الإيرانية بين عامي 2009 و2011 وحكم عليهم بالإعدام بتهمة المشاركة في أعمال المسلحة والدعاية ضد النظام وأضافت الوكالة أن قرار المحكمة العليا يعد قطعياً في إيران وأن المحكمين يقبعون في سجن رجاء شهر بمدينة كرج غرب العاصمة طهران وكانت السلطات الإيرانية أعدمت في الرابع من آذار الماضي ستة من السنة الأكراد الإيرانيين بتهمة قتل نائب عن محافظة كردستان في مجلس الخبراء والاتصال بجماعة سلفية وفي تقرير سابق دعت منظمة هيومن رايتس ووتش إيران إلى وقف افطهادها الديني للأقلية السنية والسماح لها بممارسة شعارها الدينية بحرية وطالبت بأن يكون إنهاء التمييز الديني من بين أهم أولويات الرئيس الجديد حسن روحاني وقالت المنظمة إن على الحكومة الإيرانية الوفاء بوعودها التي قطعها روحاني بتحسين إجراءات حقوق الإنسان للأقليات الدينية ليشمل ذلك السماح للمسلمين السنة بالتجمع والصلاة بحرية في المساجد الخاصة بهم في طهران وغيرها من مناطق البلاد وقالت سارة وليا ويتسون المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيومن رايتس ووتش إنه ينبغي أن يتم السماح للسنة في إيران بممراسة شعائرهم الدينية بحرية كما هي الحال بالنسبة إلى نظائرهم الشيعة وأضافت ويتس إن روحاني يتعاهد بكسب ثقة الأقليات الدينية لكن تلك الوعود لا تعني الكثير إذا كان أعوان الأمن يمنعون المسلمين السنة من الصلاة في المساجد الخاصة بهم وفي ختام نشرتنا هذا تذكير بأهم العناوين مجازر متواصلة لطيران العدوان الروسي في دمشق وحلب تقدم للثوار في سهل الغاب بريف حماء احتدام المعارك بين تنظيم الدولة والنظام بريف حمصة ودير الزور في موقف حازم غير مألوف الجامعة العربية تطالب تركيا بسحب قواتها من شمال العراق عزائي المشاهدين لتفاصيل أوفا تابعونا على الموقع الرسمي للقناة جسر تيذي دوت كوم وعلى شبكات التواصل الاجتماعي في سبوك وتويتر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته